ربيع أهلا بك أهلا حسنية ربيع تحدثنا اليوم عن البركان الذي استيقض في جزر الكنارية والذي لا يزال نشطا حتى هذه الساعة في الأيام الأخيرة بالفعل تم تداول مجموعة من الأخبار حول خطر هذا البركان على المغرب ما مدى دقة هذه الأخبار نعم حسنية منذ ثوران بركان كومبري بيخا في جزيرة لابالما الأحد الماضي تحدثت العديد من وسائل الإعلام عن خطر حدوث تسنامي ضخم قد يضرب سواحل المغرب كما تحدثت عن خطر دخان سام قد يستنشقه المغاربة أخبار قد تثير الهلع ونحن نعرف كم هي قريبة جزر الكنار من السواحل المغربية فهل لهذه الأخبار صند علمي أبدأ حسنية بخطر التسنامي الذي قد يتسبب به البركان بالفعل كان هناك بحث علمي أثار الجدل بشأن هذه الفرضية فقبل عشرين عاما تقريبا نشر الباحثان سايمون دي وستيفن وورد مقالا بحثيا في مجلة جيوفيزيكال ريسيرش ليترز أثار الكثير من اللغات مقال يقول إن الجانب الغربي لبركان كومبري بيخا غير مستقر وأن انهيارا قد يحدث لهذا الجانب من البركان إذا حصل ذلك فإنه سيؤدي لمحالة إلى موجة مد بحري كبيرة تسنامي ضخم إذن موجة تنتشر في المحيط الأطلسي ما قد يؤدي إلى ضمار في السواحل المطل على المحيط كما لو ألقين حجرا في مياه بركة راكدة الحجر يخلق موجات تزحف في كل البركة من بين السواحل المهددة حسب المقال السواحل المغربية طبعا وأيضا سواحل الولايات المتحدة في الجانب الآخر من الأطلسي وهل هذا ممكن فعلا ربيع؟ حسنية الفرضية كفرضية ممكنة طبعا لكن لكي تتحقق يجب اجتماع العديد من العوامل في آن واحد وهذا ما يستبعده منذ سنوات الباحثون باحثون انتقدوا ما قال سايمون داي وستيفن وورد لكن فرضيتهم المثيرة تجذب اهتمام وسائل الإعلام غير المتخصصة في كل مرة يثار الحديث فيها عن بركان كومبري بيخا وهذا ما أشار إليه مدير معهد البراكين في جزر الكناري لويس جونثاليث دي باليخو الذي نشر تفنيدا على موقع فيسبوك لطمأنة الناس رغم أن هذه الفرضية استبعدت من عديد الباحثين أتعجب كون بعض وسائل الإعلام تواصل إثارة هذا الحدث الكارثي لكي ينهار الجزء الغربي لبركان كومبري بيخا يجب في آن واحد أن يحدث زلزال بقوة استثنائية وأيضا انفجار ضخم واستثنائي للبركان هذه الاحتمالية ضعيفة جدا البركان مستقر وثورانه اليوم يشبه ما شهده خلال عشرات ألاف السنين الأخيرة هذه الطمأنة جاءت أيضا في تصريحات لرئيس المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبورة الذي كنا استضفناه سابقا في هذه الفقرة طيب ربيع ما الذي يجعل الباحثين يعني مطمئنين إلى هذه الدرجة لفهم ذلك يجب أن نذكر سريعا بمختلف أنواع البراكين فهناك البراكين المرتبطة بحركة الصفائح التكتونية كما تسمى تلك الصفائح التي تكون الغلاف الصخري الذي نقف فوقه والذي لا يمثل في الحقيقة إلا غلافا رقيقا تقع تحته طبقات صخرية ساخنة ومنصهرة هي التي تصعد إلى السطح عندما يثور بركان ما أغلب البراكين تقع في مناطق احتكاك في مناطق احتكاك هذه الصفائح التكتونية هناك تقع البراكين الأكثر خطورة والتي تسمى بالبراكين الرمادية لماذا هي خطيرة؟ بسبب قوة انفجارها وهذا ما شهدناه مرات عدة مع براكين اندونيسيا والفلبين مثلا وهناك نوع آخر من البراكين غير مرتبط باحتكاك الصفائح التكتونية وهي البراكين التي أدت على مدى ملايين السنين إلى تشكل العديد من الجزر كجزر هواي وجزر الكناري وغيرها مثلا تلك البراكين موجودة فيما يسمى بالنقطة الساخنة النقطة الساخنة هي موقع في الكرة الأرضية تكون فيها السهارة تحت الغلاف الأرضي ذو حرارة عالية فوق المعتاد الحرارة الكبيرة والضغط يجعلان السهارة تشق طريقها نحو السطح لتخرج من البراكين في غالب الأحيان براكين النقطة الساخنة تصنف بالبراكين الحمراء أي أن انفجاراتها ضعيفة نسبيا وتنفث أو تقذف حمما سائلا نسبيا أي نسبة لزوجتها ضعيفة ما يجعلها تشق طريقها تدريجيا فوق الأرض قبل أن تتجمد الحمم على شكل سخور بازلتية إذن حدوث انفجار قوي لبركان كومبري بياخي الإسباني مستبعد وبالتالي حدوث تسونامي يهدد المغرب مستبعد أيضا طيب ربيح في بداية هذه الفقرة تحدثت عن خطر غازات سامة قد تصل إلى المغرب بسبب انفجار بركان لبلما هنا أيضا هل هذا الخطر حقيقي؟ سأبدأ من حيث انتهيت حسنية كون هذا البركان بركانا أحمر مصدره نقطة ساخنة يجعله بركانا ضعيفا مقارنة بالبراكين الرمادية وانفجاراتها الضخمة إذن بالمقارنة الغازات التي يلفظها كومبري بياخا ضعيفة لا يعني ذلك أنه لا يجب مراقبة تلك الأدخنة كومبري بياخا يلفظ حاليا حمما وأيضا غازات كانت في قاعر الأرض بالخصوص غاز ثناء أكسيد الكبريت ثناء أكسيد الكبريت المركز الأوروبي لمراقبة الغلاف الجوي والمسمى كوبيرنيكوس هذا المركز يتابع عن كتب حركة دخان البركان عبر الأقمار الاصطناعية وقد نشر خريطة تظهر وصول سحابة من غاز ثناء أكسيد الكبريت هذه الخريطة وصولها إلى المغرب واتجاهها نحو إسبانيا وحتى جنوب فرنسا فهل هذا خطر؟ مستويات غاز ثناء أكسيد الكبريت في الهواء نتيجة بركاني كومبري بياخا ضعيفة نسبيا وهي تتركز في الطبقات العليا من الغلاف الجوي خاصة عندما نبتعد من المصدر حاليا لا خطر على الصحة ما يمكن أن يشهده سكان المناطق التي تمر منها سحابة ثناء أكسيد الكبريت هي رؤيتهم لضباب خفيف هناك خطر محتمل آخر عندما تصل الحمام البركانية إلى البحر وعندما تلتقي بماء البحر ثناء أكسيد الكبريت يتفاعل مع جزيئات الماء ليخلق ما يسمى بحمض الهيدروكلوريك أو حمض كلور الماء مادة سامة جدا لحد الآن لم تصل بعد حمام كومبري بياخا إلى البحر وحتى وإن حدث ذلك فإن حمض كلور الماء المكون لا يمثل خطرا إذا ابتعد المرء عنها ببضع مئات الأمطار فقط وهو يتبدد سريعا بسبب الرياح معنا ذلك ربيعنا فهم أنه يتم غالبا التهويل بشأن خطر البراكينة لفهم ذلك يجب التذكير بأنه في المعدل حسنية يثور قرابة خمسين بركانا في العالم كل عام خمسين بركان في الكرة الأرضية نشطة لا تهدأ لكن لا نسمع إلا بثوران البراكينة التي تهدد الإنسان أو بالانفجارات الكبرى وهي قليلة المثير مع البراكين حسنية هي أنها مصدر موت وحياة في آن الواحد كيف ذلك؟ البحثون يعرفون الآن أنه على مدى تاريخ الكرة الأرضية الطويل شهد كوكبنا كوارث ضخمة بسبب البراكين مثال على ذلك الانقراض العظيم الذي حدث قبل أربعمائة وخمسين مليون سنة تقريبا وأدى إلى انقراض جل الكائنات الحية حين كان ذلك حين دخلت سيبيريا في نشاط بركاني هائل لا يتعلق الأمر ببركان واحد تخيل معي 6 ملايين كيلومتر مربعة من الأراضي تلفظ حمما بركانية وغازات لمدة مئات آلاف السنين الأسبوع الماضي نشرت دراسة جديدة حول هذا الحدث المعروف لدى المختصين إذن تهديد نشاط البركاني قد يكون عظيما على حياتنا لكن الباحثين يعرفون أيضا أن البراكين مصدر حياة على أوجه متعددة نعرف أن البراكين تخلق أراض جديدة هي الأفضل من حيث قابلية عائش النباتات وأيضا هناك من بين النظريات التي تشرح تواجد الماء على كوكبنا عكس الكواكب الأخرى هو كون البراكين مسؤول عن ذلك إذ يقول باحثون أن النشاط البركاني الكبير الذي حدث بعد تكون الأرض مباشرة أخرج من قاعها كميات هائلة من بخار الماء الذي كان حبيس الطبقات الصخرية الداخلية بخار ماء تحول تدريجيا إلى سحاب إلى أمطار ومن ثم إلى محيطات وأنهار ما سمح بظهور الكائنات الحية البراكين حسنية مصدر للموت وللحياة إذن وهذا هو العالم علوم من تختم زميل ربيع أوسي إبراهيم شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة الأسبوعية